السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم احنا يتلاتات سعود شعبان 1442 هجرية الموافق 23 مارس 2021 ميلادية في هذا الفيديو هدا غادي نعمل سؤال جواب لغادي نحاول نجاوب اكبر قدر ممكن من الاسئلة دي لكم ان شاء الله وكذلك بعض الاخبار المتفرقة عن الطيران كل من دوزوا السؤال جواب خبر بالنسبة والعرض بالنسبة للجالية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية عروض خاصة على الرحلات من الولايات المتحدة الامريكية الى الدار البيضاء الخطوط الملكية المغربية سلام اخي عافك جاوبني انا حصل في المغرب انا ولدي بغيت نمشي عند رجلي راني حاملة وخايفة ما فتحوش عشرة خايفة ما يفتحوش عشرة اربعة انا عندي بيرميد سيجوني وغادي سالي وعندي غير رجلي ووطا واش عندي الحق نمشي على فرنسا ولا اسبانيا اختي زهرا انا قد ان عندك الحق تمشي على اسبانيا شريس البيضية الكونتينواشون بحال اللي كان قول الناس وخا عندك غير رجلي ولكن واللي سولني مرة اخرى الله رحم والديك وغادي نعاود نسول لك الناس ونشوف واشي يخلي وك دوز من الهنا من من اسبانيا بالتأكيد باش ما تتمرمتش باش ما تتعذبش عاود تسولني عفاك وانا نعاود نسول ان شاء الله ونعطيك الجواب اللي يكون يعني اقرب للاكيد وانتي كذلك مشي المطار اللي قريب عليك ما في المغرب وعاود تسول بجوج بنا نتعاون ونسوله ونشوفو ان شاء الله رحمه الرحمة رحمة الرحيم ترجع عند وليداتك بالنسبة لها كنتي مثلا حاملة وعيانة وخوفانة يعني ما كتعرفش تدوز هنا في المطار وتمشي للطيارة الثانية من اللي تقطع بي قولهم كتحتاج أسستانفيا كتينة كتحتاج اللي يعاونك وخصصك يجيبوا لك ذاك الكورسي اللي يديوك فيه للباب آخر وما تحش مش ماشي يعني مشي تسمع الكورسي مهم قولهم يجيبوا لك ذاك كلهم معيانة خصصك ذاك الكورسي باش يديوك فيه باش هما يتكلفوا بالترون زيت كي يجيو ياخدوك من الطيارة دي المغرب وكي يديوك الطيارة اللي عاس ديك الإيبيريا ولا اللي كانت اللي غادي ديك الطريق نورمال مو إيبيريا هي اللي كاتمشي مهمتي نسوور وانا نزيد نسوور وعاود سوور نمارة اخرى ان شاء الله نعطيك السؤال يكون قريب أكتر للواقع ويكون ان شاء الله هو الصحيح على الرئيس عبد إيلا كي يسوور خويا واش ممكن نجي من أطلنطن لأمريكا وندير اللي سكال في باريس باش نمشي الكازا وشكرا خي عبد إيلا تبقى الله عليك شوف راوية المرة قدرت واحد العرض يقدر يخرج لك حسن غير 800 دولار ولا 900 من المغربي لا بغيتي رس قدرت تجيك حسن وبالنسبة للترونزيد فرنسا عندما تعقدت الأمر بالنسبة للترونزيد تقدر كدريك تدير لتروني في فرنسا وتجي الكازا إن شاء الله هاتش اللي كريم مبسوط سلام أخي أنا مقيم في إيطاليا بغيت نمشي من المغربي لتدار البيضاء لإيطاليا بولونيا بغيت نعرف أشمن مطار اللي ندير فيه لتروني في إسبانيا وشكرا أخي البقالي أخي كريم أحسن مطار بالنسبة للي أنا يعني يدير فيه إيطال هو مطار مادريد كازابلانكا عاد نتلحم لأمور ديالك سهلة كازابلانكا مادريد مادريد كاتمشي من بورتا لبورة دونبا كوموكا مكدوز الباسبور كاتمشي الباب لإركبكا كاتمشي بولونيا كاتم طيارة كاتم المطار بولونيا ما كاتمشي عاد بقدر في الطاليان ما أسهل حاجة بنسبة لك أخي كريم هو مادريد على حد العلم ديالي وأنا أخدم هنا ممكن نشوف بالزاف ديال هاد الناس كيبشون الطاليان كتزلهم الأمور بخير ونبدأ مع أول سؤال محمد يقول السلام شكرا على المعلومات نسولك بالنسبة اللي عنده وراق اسبانيا يقدر يدخل لفرنسا من اسبانيا أخي محمد الفرنسا كانت منع الناس ديال المغرب الناس اللي عندهم الوراق ديال اسبانيا وكيسافروا من المغرب ديركتام من تين فرنسا ولكي من اللي هنا يمن الاسبانيا لفرنسا دائما نشوف الناس كيسافروا ما كينش مشاكل سؤال آخر خوية عفاك رجلي عندو الإقامة في هولندا وعندو الفول معار المروك من كازابلانكا والبارسلونا وواش ممكن لي يقطع تذكيرات تالبارسلونا هولندا عفاك خوية جاوبني يقدر يقطع البيه الكنتينواتيون من بارسلون لأمستردام كين إيبيريا كين لأمستردام كين نير أروبا كين ويلن الكايل مدريد كين كاي لأمستردام بارسلون لأمستردام لكن مدريد كين كاي لأمستردام المهم يقدر يقطع البيه الكنتينواتيون لأمستردام بارسلون لم يكن لأمستردام المشكلة المشكلة هو في الناس الذين يريد يحبطون المغرب عن طريق إسبانيا محمد المنصوري سلام خوية الناس مشات من بلجيكا مار سيلين مهم منوع لهم يدخلوا المغرب سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكين الناس اللي كتدوز من بلجيكا الفرنسا والإسبانيا وكتدخل المغرب ووصلوا المغرب يعني هاتش اللي بغير تقول ليك مع نقول لك لا كين الناس كتسلت كين الناس كتبشي في الساعة دي الزحام ولا مهم كان الناس كتسلت كتدخل المغرب ولكن هاتش هذا رهد بولا معروف بولا كي منعو الناس بطرق آخر البارح مثلا الرحلة دي المادريد الدار البيضاء كان مفروض ينشو فيها 147 دي الناس ينشو فيها 127 دي الناس لماذا تقريبا 20 ولا كتار من 20 دي الناس كانوا من إنكلترا كانوا من إيطاليا وكانوا من بلجيكا وهولندا 20 دي الناس لم يجعلهم يكملوا المغرب خصوصا دي الناس وصلوا احتل باب الإركاب يعني احتل باب الطيار وراء الطيار وكتبع عقوبهم لم يجعلهم يكملوا المغرب وكتبع وكتبع الغوات وكتبع اللاخ وانت عرفتني أنا مجم الطالية السيد يقول لك باش عرفتون يمجج مطاليا وانت عنده المختبر ميلان ومكتب ميلان التليفون دي الاسطاليا المكتب بالإيطاليا يعني كان بعض الناس يكون عندهم مجاوز صفر إسباني أو أوراق إقامة إسبانية ويأتي مثلا الدولة بلجيكا ويبغي هنا ولكن الراح كان بزاف دي الطرق باش يتعرف الناس ويتمنع ما نقول لك القانون راه واضح يعجبنا ولا ما يعجبنا وما يعجبنا أشي كامل بطبيعة الحال لأنه يمنع لك أن تدخل بلادك يعني من هذا محسن نفسيا ولكن القانون المغرب راه واضح يقول لك يعني ما تدخل من بلجيكا هولندا ألمانيا سويسرا بريطانيا الدنمارك سويد وبعد زي دعيها بزاف للدول ده باك ترونزيد اللي قد يغامر وبغاي يغامر يعني هذا الشغل وانا ما كان صح تساشي واحد ولكن اللي بغاي يجرب يجرب ولكن هنا شوف بالزاف ديال الناس اللي يعني يبقوا حصلين هنا ورجعوهم بحاله وكذلك مرة مرة يتحن نفس المغرب يقول لك راه ده زجوج ديال الناس وكانوا مجيين من بلجيكا اليوما اتفقنا ولكن الناس رأى والبارح بقص يد مهم ريادي كبير معروف يعني في المغرب ما نقول لك من هذا مهم ريادي معروف في المغرب ما خلوا واشي دوز عايتوا لما كنت نخدم ذاك النهار ذاك عايتوا للدراري قالوا لي وش كتعرف فلان بان فلان قتل مية قالوا لي وش بالصح هو ريادي يعني معروف عندكم قتلوا مية قالوا يرهجوا هذا وما خلينا شيدوز مهم قاو يعودوا لطبيعة القرارات هذه ما كان تاخدوها نحن كي ياخدوها ناس يعني على الأعلى السلطات وهذا قالوا رعيتنا المغرب عيتنا هذا وهذا وفلاخر يعني ممنوع يدوز لا ما خلا واشي يدوز وخص سيد ممكن مجي من دولة اخرى من النام المتحد الأوروبي وبغير يدخل المغرب يعني إذا اللي حصل ره ما كيدوز يعني ممكن ش واسيد عارفوه مين مجي عنده الباسبور عنده بس اير مع الدولة اخرى صار في مرجع ما ما صفر عفو يعني نفكر بأن بإمكان ينسلت لا نفكر بأن التمرار اللي غادي يدرب إذا رجع مثلا تخسر البيئة من المغرب وتخسر البيئة من المغرب من اسبانيا ومن اسبانيا للمغرب ومعرف كيف يوجد البيئة البيئة من بروكسل رجع بقى حصل تم لم يكن يتوقع بأن يرجع ولكن الحمد الله تلاقي معه وريت البيئة وفين خصوية يدلل البيئة البيئة النيت الذي كان رجع به يدلل غير لذات حلاف العشية ومعرف في المطر 8 ساعات ورجع ولكن حالة من الحالات يكون تقطع على شركة آخر ولم يكن البيئة أو لا تبدل لك البيئة ومعرف كل شركة والقوانين هذه مسائل نحن معروف تفكر إذا أردت تخصيخ والفلوز يخسر ولكن كل يتأخذ القرارات ويتحمل مسؤولية السلام سلام أخي عفاق بغيت نمشي للمغرب في شهر سبعة من إسبانيا بغيت نقطع بي واشخص ضروري التلقيح إذا لديك معلومات تفيد الله يسهل إليك اختي فوزية لحد الساعة باقي ما كان شي قانون ولا شروط ولا شي حاجة واضحة لي كت يعني كتأكد ولا كتبين بأن نخص ضروري التلقيح باش تسافر في الصيف لحد الساعة هنا مثلا من المطارات نقول لك يسافروا 0.5% أو 1% من الذين يسافروا من المطارات كام لندابا أو لأقل في مدريد الذين لديهم شهادة التلقيح ومشي لجميع الدول الولايات المتحدة الأمريكية كان واحد جوج دي الرحلات اللي يقبلوا شهادة التلقيح ورومانيا كذلك هنا في أوروبا سبعد الرحلات الرومانيا واحد جوج ولي ثلاث الناس تقريبا اللي يشوف ثلاث اللي مشا بدك شهادة التلقيح يعني باقي ما كان الأمور واضحة وعد إلى لحظة هنا في إسبانيا يالله لقح الناس ديال الصحة الناس ديال التعليم باقي كان فئات عندها أولوية كان البوليش كان بزاف ديال الأمور عندهم أولوية بزاف ديال الناس فئات عندهم أولوية يعني والناس عادي ينقول بحالي وبحالك اللي يعني 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 يخصم التلقيح حتى بغيت تعمل التلقيح لها باقي ما وصل لهم شي نقول الدور ديال وبالتالي ما يمكن شي غادي يفرض علي كل صفر بالتلقيح وإحنا ما ينش التلقيح في السوق نقول مثلا ما يفرض عليك الPCR ورغم كأن اللابوراتور فين تدير الPCR يعني ما يبقى لك شي عضر ولكن ممكن شي يفرض علينا التلقيح وما كان شي التلقيح أصلا من غادي نجيبه فرضا انت شري البيئة في شهر سبعة وبغيت تدير التلقيح من غادي تجيب التلقيح تباع غير متوفر يعني إذا تشري البيئة رغم أن لا يمكن الناس يشرب البيئة ب مدة طويلة قبل الرحلة ولكن على ما يبدو على ما يبدو أن هذا سيف تتحرك الأمور نجيب تشري البيئة ومن الجسعة إذا تتلقيح يعني يجب متوفر للناس لكي تدير و يعني من بعد يجب ولا وإلا ما سيكون البيئة أنا كنت أضع البيئة سيجعلها لماذا لأن هذا مهم لأن لا يمكن تخلص الحرية العامة وإلا لا لا يمكن الحرية الخاصة الفردية يعني إلا لا تتلقيح أخصم أخرى البيئة ما لا يمكن مفروض فردا أو إجباري أول ما كان و ثاني ما يمكن ديمقراطي هذا الرأي يخصي ماليكة عابد أنا عندي البيئة مع ترانزابيا من الفرنس لتران تفغيل أشنو هما الشروط مع العلم أنني دير الفاكسن أختي ماليكة بالنسبة الفاكسن رأي المغرب دابا مازال نتناع تدخل المغرب المغرب مازال ما يطلب شي ولا ما مدخل ش في الشروط دياله هالقضية ديال الفاكسن في المغرب مازال تقدير البيئة وتعمر الورقة الصحية للدخول إلى المغرب يعني مازال ما مدخل شي في الحساب الفاكسن وخي يكون ديال أوروبا هاتش هذا يخصي تكون اتفاقيات وش هما الفاكسن اللي عيقبل ولي ما مقبول والدول اللي أتعامل مع بعض الرخصات قبل مثلا أنا يجي وعندي الناس بالفاكسن ديالك إياه وانت كذلك ولا البيسي ار ولكن لحد الساعة الفاكسن ما زال ما كين شي عليه الهادران خصوصا خصوصا للدخول إلى المغرب من الهنين 30 أفريل راح تكون تبدلت بزاف الأمور لا بالنسبة للشروط الخروج من فرنسا ولا للشروط للدخول المغرب تقدر المغرب تعمر البطاقة الصحية ودر البيسي بغض النظر وشكين وش عندك الفاكسن لله سلام خويا عفاك عندي فيزا تجمع إلى هولندا وش يمكن ندير الترانزيد إلى فرنسا باش ندوز لهولندا مع العلم الفيزا بقى فيها غير شهر وتسالي أنا حرت ما عرف ما نعمل أنا من مراكش وشكرا خي حمزة بارك الله عليك شوف لو تقدر تدوز على دولة أخرى هولندا بالشرط أن يكون عندك الترانزيد يعني يكون عندك الفيزا التسذكير الثانية اللي غادي بها من فرنسا أو من إسبانيا لهولندا يعني نورمال مورة عادي أنك تدوز على دولة أخرى الترانزيد ولكن يكون عندك الفيزا يكون عندك كنتينواصيون باش كتبقى في لازون ترانزيد في المطر وحسن تكون البي مشروك مثلا حاول تقطع مع إذا كنت بغير على فرنسا حاول تقطع مع إير فرنسا تقطع من المغرب لفرنسا ومن فرنسا لهولندا ولكذلك مع روية إير مار روك الناس ويقدر يبيع لك البي يعني اللي عاد بشي بيه من المغرب لفرنسا ويقدر يبيع لك البي ديال كنتينواصيون بحكم عندهم الكودشير مع إير فرنس ومع شركة آخر يعني الشرط اللي مهم في هذه القضية هذي هو يكون عندك البي الثاني ديال كنتينواصيون باش تكمل هولندا وإن شاء الله ستدوز بدون أي مشاكل إن شاء الله رحم وإلا تقدر تشريه معروية الإرماروك هما بجوش سيبيعوه وعاد من اللي يدير لك التشيكين تسجيل في المغرب سيعطي واكل كارت دون باركومو المغرب مدريد مدريد أمستردام سيكون لديك لديك كارت دون باركومو يعني لا تحتاج حتى تدوز التشيكين مرة أخرى باش تسجيل دون السلام عفاك أختي دونيا بالنسبة للطرق البرية أو للقطار في فرنسا لا يوجد الكثير المشاكل لا يحسرون الناس مهم نجد لديك البي الذي سفرت به لكي يكون لديك جستفكات تستطيع تحرك به في فرنسا لا يوجد مشاكل أختي دونيا جميل السلام أخي البقالي عفاك أنا خاطبي جنسية بريطانية وعننا موعد في القنصرية وإنه إذا كان دائر التلقيح وإنه يقدر يدخل المغرب وسؤال آخر مهم نجاوبك للسؤال الأول بالنسبة للتلقيح أختي جميل ما لا يعتد به حتى الدخول المغرب خاصة البسائر وسؤال آخر عفاك وإنه إذا كان في دولتان المدة 15 يوم وإنه يقدر يدخل المغرب أختي جميل كان بعض الناس منذ وزو ثلاثة بعد الصمانات في دول آخرين وداروا البسائر في الدول ودخلوا للمغرب ولكن قلت لك في الاشتلا في الفيديو كان بعض الناس بارح مثلا جاءوا من بريطانيا ومنعوهم أنهم يدخلوا للمغرب يعني هذا كان بزاف المشاكل من دول آخرين ويدخلوا للمغرب وكأن القانون هذا لا يبقى لديه قيمة البارح تقريبا 20 الناس لتمنعو من المغرب خلوهم هنا في مدريد حيث موعد القنصرية لا يمكن شاهد فوتو مهم اخت جميلة كان القنصرية تدرس في كثير من القضية هذه لا القنصرية البريطانية ولا القنصرية دي المغرب في بريطانيا كذلك وشوف على الله تعطيكم شي حل آخر والقنصرية دي البريطانية في المغرب كان هم اعطوها الفيزا مرة لولار يمكن اعطوها مرة ثانية المهم كان القنصرية تقدر تفيد هذا كثير من اخت جميلة الله يسر الامر اخي انا مغربي عندي شركة في المغرب وعندي جواز سفر سويسري هل ممكن للدخول الى المغرب عبر مالغا وشكرا اخي منع الناس يدخل المغرب في هذه اتصل بالقنصرية في سويسرا وشوف وشعطي وكش لسي باسي سلام عليكم اخي انا عندي فيزا تجمع البلجيك دباخ سنين نمشي واش نمشي واش نمشي طريقة باش نمشي حيث غاد موت للفيزا اخي والأختي تقدر تدوز ترونزيد من الهنا من المادريد مثلا ولكن تكون عندك البيت الثاني يعني تشري بي مثلا كازابلانكا مادريد مادريد بريكسل يكون عندك جو ديال ليبيا وانظر ان الابريا ترجع قريب من المغرب اما تشري مع ايبريا من المغرب مادريد بريكسل او لا مع الخطوط الملكية احتى المادريد وتكمل مع ايبريا بريكسل على شك اقول هذا حيث يكون عندك البيت مشروك عندك البيت حسن بعض الناس يأتي مع العربية ولكن تنزل في T1 وكما تنزل في T1 يجب أن تخرج براء هذا جل T4 هنا في مادريد براخص احسن حاجة هي شري البيت يكون عندك البيت حسن يكون عندك حسن لك اخدام بقمو الثانية تقدر الدوز اخي من هنا من اسبانيا بلا اي اي رحلة انا بغيت نمشي عند بنتي ما عرفاش القانون اللي دايرين انا درت تلقيح جاوبني يا بلدي الله يرحم ملك الوالدين لله تبارك الله عليك شوف إذا كانت عندك فيزا سياحة يعني تشوف بنتك معي خلي تخرج من المغرب اول حاجة يعني إذا كانت غير فيزا توريز يعني مش تجم عائلي غير باش تشوف بنتك وترجع رمادي خلي وكيد تخرج من المغرب انتي خصك تصور هاد الامر هاد بعد واش يخلي وكتسافر من المغرب ولا لا عاد قدك ساعات نشوف الشروط ديال السفر الى كندا اول حاجة خصك تمشي المطار وصولهم واش غادي خلي وكتخرج ولا لا لان ما زال ما يخلي وش ناس السياحة من المغرب السلام عليكم انا بغيت نسافر المانشستر انجلاتير في اخر شهر ممكن تسهلي المعلومات واش من شركة نقدر ناخد تذكير وشكرا اختي امنية رسولتك اختي لكم اين مسافر وش من ورق عندك مو ما جاوب تنش فرضا انك بغيت تسافر من المغرب وعندك الورق ديال انجلاتير تاخد طائرة اخرى ولا مكنش مانشستر عنها من مادريد ولكن تقدر تدخل مادريد لندن ومثل ما تاخد ترين بالحق اذا اقدر اضع معلومات اكتر نقدر نعطي جواب يعني يكون دقيقة هذه سمية السلام عليكم اخي انا خاتبي اجنبي فرنسي خرجت لنا السي سيمي واش ممكن انه يدخل المغرب اختي سمية ما شي متأكد ما قدرش نجاوبك غير نجاوبك هكذا وكن سمح لي اتن شركة طيران ولا المطار يأكد لها تشاهد انا شايف السلام سي تبلي اش جو رنت رو ماروك لو 4 4 2 2 ماروك او المنطار مرسي دم اختي حفيد انا شايف ما ما كان ضن شي ولكن مش يصيغ حسن تصل بشركة الطيران ولا المطار باش يجاوب اخي انا في دنمرك حاليا وعندي الطيران 29 مارس وعندي اسكال في اسبانيا وش يجعلني اندوز للمغرب حيث عندي ورقة مغادرة جبتها معي من المغرب وشكرا جاوب نعف اختي فاطمة ما ما اختي اختي لان المغرب يقول لكم من نعجي من دنمرك بغد النظر واشنط كنت يتم مغر سائح ولا مغربي ولا اجنابي ولا رجل اعمال مشي توراجع مهم يعني ما عندهم شي لك بالفئة كان ما غاد اختي تقدر تبقى حصل هنا في مدريد ولكن القرار الاول والاخر للك اختي فاطمة